لن يذهب حزب الله إلى أي جلسة انتخابية من دون ضمانة مسبقة بأن الرئيس المنتخب سيكون حامياً لظهره من هذا المنظار يتعاطى الحزب مع مبادرة التكتل الاعتدال الوطني التي لا تزال تنتظر رده رغم الحديث عن سعي لإسقاطها واستياء أثرته عند رئيس تيار المرد سليمين الفراجي الذي قد يفضل الانتظار معولاً على التسوية المحتملة وقد ناقشت كتلة الوفاء للمقاومة هذه المبادرة في اجتماعها الدوري أبدت الكتلة حرصها على التوصل إلى مخرج وفاقي للأزمة الرئاسية فقد ناقشت موقفها المفترضة إبلاغه لاحقاً إلى الزملاء في تكتل الاعتدال النيابي الضامن الأساسي لهذا المخرج بالنسبة إلى الحزب قد يكون بطبيعة الحال رئيس مجلس النواب ولا يزال تكتل الاعتدال الوطني يأمل بأن يؤدي الوقت المستقطع إلى انضاج ظروف تحول مبادرتها إلى نوع من مدخل لحل الأزمة الرئاسية ولو جاء ذلك بالتزامن مع المفاوضات الحاصلة بشأن الجنوب اللبناني والتكتل سيلتقي رئيس مجلس النواب مجدداً السبت لينقش ملاحظاته أي شكل محدد للدعوة ورئيس واضح لجلسة التشاور ومكان انعقادها وربما اقتصار الجلسة الانتخابية على أربع دورات متتالية هذه المبادرة مهمة بالنسبة إلى اللجنة الخماسية التي تصف مصادرها اجتماع السفراء الخمسة في السفارة القطرية بالإيجابي والجيد جداً تم فيه تقييم الخطوات المنتخذة في المرحلة السابقة والتقدير كان جيداً وتتابع المصادر نؤيد أي حراك يرمي إلى حل الأزمة الرئاسية ولسياً من مبادرة الأتدال الوطني واتفقنا على خطوات مقبلة تشمل لقاءات مع الكتل السياسية لاستغلال الإيجابية والمرونة المستجدة في الموقف ترجمة نانسي قنقر